في اليوم العالمي لطفولة سيدة انتصار السيسي تؤكد اهتمام الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفلة مؤسسة حياة كريمة تعلن أصول قوافل مساعدات إنسانية لأصوان ووزير الخارجية يتوجه إلى البحرين للمشاركة في حوار المنمة موجز الهم واخر الأخبار من تلفزيون النهر أهلا بكم قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بأن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للطفولة والذي يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال فهم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك واضفت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأطفال لهم علينا حقوق يجب أن يتمتع بها دون أي تفريق أو تمييز وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم فهم نبتة مصر الغالية وأملها في غدها المشرقة نشر المركز العالمي لمجلس الوزراء تقريرا يرصد انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال واستعرض التقرير محاور التحول الرقمي والمتمثلة في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي وما يقتارن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتستهدف منظومة رقمانة الدفع وتحصيل الإلكترونية توفير 25% من تكلفة إصدار العملة وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأشار التقرير إلى زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بأكثر من سبعة أضعاف وأن تكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 بلغت 60 مليار جنيه كما تطرق التقرير إلى مشروع ربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كبلة الألياف الضوئية وبشأن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووفقا للتقرير أيضا فقد زاد عدد مكاتب البريد المميكنة ليصل عددها إلى أربعة ألف مكتب في أغسطس من العام الجاري وأضف التقرير أنه تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية وجاء في التقرير أبرز التطبيقات الذكية وهي التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية وذلك للتسهيل والتيسير عليهم أعلنت مؤسسته حياة كريمة اليوم عن غصول قوافلة محملة بالمساعدات الإنسانية لمحافظة أسوان لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين المتضررين جراء موجة التقصية السيئة التي تعرضت لها المحافظة مؤخرة وذكرت المؤسسة أن هذه القوافل توجهت بالشركة مع بنك الطعام المصري لتوزيع عشرة ألاف كرتونة مواد غذائية أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 719 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 290671 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 892 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس لافتا إلى وفاة 31 حالة جديدة توجه وزير الخارجية سامح شكر اليوم إلى العاصمة البحرانية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشرة لقمة الأمن الإقليمية حوار المنامة والذي تنظمه وزارة الخارجية البحرانية بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الاستراتيجية وبمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية وقيادات المنظمات الإقليمية والدولية من خلال الفترة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من نوفمبر من العام الجالي وسوف يشارك الوزير كمتحدث رسمي في جلسة تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول حيث سيلقي وزير الخارجية المصرية كلمته والتي تتناول الأطر المتعددة الأطراف وتطورها وما قامت به من دور التعاطي مع التحديات التي شهدتها البيئة الإقليمية والدولية خلال العقود الماضية وأهمية تطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف لمواكبة طبيعة وحجم التحديات الآنية والمستقبلية كما سيلتقي شكري على هامش المشاركة بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف مواصلة التباحث حول القضايا الإقليمية الأكثر الحاحن وتبادل وجهة النظر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة وسبل تطوير أليات الاستجابة لتلك التحديات انتهى مجزب فاهيرا من تلفزيون النهار دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة